السلام عليكم مساكم الله بالخير جميع معنا اليوم مسدس هوائي عيار اربع ونص اللي هو عيار السبع عشر من شركة ريكسي ماكس باصدارين اصدار باخمس واصدار بدون اخمس طبعا يجي تجي الشنطة يجي معها كاب هذا ويجي معها كتالوجات وورق تارجت النسخة اللي يجي معها الاخمس تتحصل معها الاخمس هذا هذا يركب على مسدس يجي معها كذلك سبيد لودر عذرا سنجل شوت للرصاص اذا ما تستخدم المخزن ويجي كذلك مخزن تسع طلقات زي ما تشوفوه ويجي كذلك طقم رابلات ويجي البلف حق التعبئة ويجي الانكي اضافي ويجي القطعة هذي اللي هي خاصة بالتركيب الكاتن نشيل الاغراض هذي كلها وهذه المسدسات طبعا هذا نسخة هذا النسخة العادية بدون اخمس سعرها طبعا اقل وهذا النسخة اللي بالاخمس واللاحظ هنا فتحتين هنا لعجل يركب على المخمس المخمس حلوى المخمس هه الاخمس بالشكل هذا زي ما تشوفوه كبس طبعا وتصير بندق قصيرة زي ما تشوفوه جينا نحررها نضغط على الزر هذا ونسحبها للاعلى ويصير مسدس بالشكل انتم متشوفوهون الان نجي للمواصفات العيار طبعا اربعة ونصة اللي انا من اللي هو عيار 17 جسر دوفتل 11 وسعة المخزن 9 طلقات السرعة طبعا على حسب كلام الشركة 186 متر طول الاخمس الطول مع الاخمس 600 الطول مع الاخمس بالشكل هذا 600 600 ملي متر بالشكل هذا والطول بدون اخمس 300 ملي متر الوزن 900 جرام مع الاخمس كيلو 1000 جرام طبعا المسدس يحتوي على منظم جاي في المكان هذا طريقة وزنه بعد ما تطلع السلندر توزنه من هنا وزنه الافتراضي انا شوف انه مناسب التأمين هذا هو زي ما تشوفون بالشكل هذا مع الجهتين هذا التأمين طبعا ذراع السحب جانبي زي ما تشوفون النياشين شبه مضيئة زي ما تشوفون شبه مضيئة ما انا بقول مضيئة مضيئة سواء الامامي او الخلفي قابلة للتعديل الامام والخلفي كذلك الجسر طبعا دفتر ال 11 تقدر تركب عليه دربيل وتقدر كذلك تركب ريد دوت او اي اكسسوار خاص في المعايرة السلندر يقبل الى 250 قوة ضغط السعة 50 سي سي وهذه الساعة الخاصة فيه زي ما تشوفون طريقة التعبئة من هنا عكس بعض المسدسات اللي لا بد انك تشيلها الاصطوانة وتعبيها وترجع تركبها مع الجهتين تقدر تعبي الاصطوانة طبعا جاي بجسر دفتر ال 11 تقدر تركب دربيل وتركب ريد دوت او ما شابه النسخة اللي ما تجي باخمس تجي خشب زي ما تشوفون اما اللي تجي باخمس فهي بلاستيك مقوة او فيبر طبعا طول السبطانة حسب كلام الشركة 7.9 بوصة وهذه مثل ما قلنا قابل كذلك للازالة تخليه يعني مسدس وتخليه بندقية نيجي الان لاخر نقطة اللي هي القطعة الاضافية اللي هي الادافتر هذا حق تركيب الكاتم يركب بالشكل هذا زي ما تشوفون طبعا يقبل انك تركب كاتم نص على 20 مثل كاتم الامباكت وما شابه وبالشكل هذا تركب الكاتم عليه المسدس طبعا ما راح يكون بقوة البنادق ولكن يعني لاستخدام المنطقي المسافات المنطقية هذا كان استعراض للمنتج وان شاء الله انتظروا الرمايات وترمه بدعاية كل انسان واحتياجه وميزانيته انا فقط استعرض لكم منتج واتمنى اني وفقت في الشرح ان اصبت فهمنا الله وان اخطأت فهمنا نفسي والشيطان والله يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى اشتركوا في القناة